ولا طبعاً ننتقل لآخر المتحدثين كما طلبه معنى ملا مفالاً نعم أنا قشل قبل حضوركم كريم وطلباً لكل آخر المتحدثين أستاذ الدكتور سيد علي إسماعيل أستاذ المسح العربي بكلية الأداب جامعة حلوان له 32 كتاباً في تاريخ المسح العربي وتوثيقه له دراسات منشورة في المسرح له أكثر من 300 مقالة في المسرح شارك في أكثر من 30 مؤتمراً دولياً ومحلياً شارك في أكثر من 20 مهرجاناً مسرحياً فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً عروف جامعة حلواني والشارجة أتمنى أن أكون خفيفاً عليكم في هذا الأمر أولاً في البداية لابد من تفرقة كبيرة جداً بين السيرة الذاتية والسيرة الغيرية لأن الناس أو المعظم أو الأغلب الأعمل بيدمج الاثنين بيدمجهم واحد وهذا شيء غير مقبول عنوان الندوة مصلحة السيرة الذاتية ذاكرة عربية هذا معنى بأننا نتحدث عن سيرة ذاتية داخل المصرح العربي وبالتالي السيرة الغيرية هي كل ما يكتبه الإنسان عن الآخر لو كتبت مصرحية عن جامعة عبد الناصر لتعتبر سيرة غيرية وليست ذاتية السيرة الذاتية أكون أنا كاتب مصرحي أكتب مصرحية عن حياتي أو جزء من حياتي هنا مصرحة السيرة ذاتية هذا الأمر موجود جداً في الرواية وفي الشعر في المصرح من النادر وبالتالي طبعاً لأن أنا بتكلم عن بحث أو عن شغري لابد أن يكون بين إيدي نصر لابد أن يكون في إيدي نصر هنا النقطة دي يعني لابد أن يكون فيه عندي نص نص مصرحي لازم نقفل واحد منه ده معنى أن لابد أن يكون في إيدي نص مصرحي كتبه طيب النص المصرحي يحمل أحد أمرين أو الأمرين معه مقدمة ونص بيكتبوا الكاتب تفسه لو أتكلمت عن جزئية ديك سأجد في بعض المقدمات المصرحيات الكاتب يكتب جزءاً من حياته أو حقيقة موجودة في المقدمة تفيد في سيرته الذاتية بصورة سريعة سأتوقف عند أول من فعلها وهو سليم خليل النقاش اللبناني عندما جاء أو سيأتي إلى نصر لأول مرة بتمسيل المصرح العربي في نصر سنة 1876 كان المفروض يأتي 1875 لكن وباقي الكدرة ضرب في بيروت فمنعوا الصفن فتأجل السنة عشان كده كان المصرح العربي في مصر سيدخل 1875 كتب مصرحية ترجمة المصرحية فكتب في المقدمة وهي مقدمة نادرة في الطبعة الأولى ولم تنشر في أي طبعة أخرى الطبعة الأولى تبعت في بيروت 1875 يقول فيها أوبيح يتكلم عن مصر وتطور مصر ومصر الملجأ وبيبدأ في مدحي الخديوي إسماعيل أهم سطرين في هذه المقدمة يقول فيها معناه طبعاً أنا أنا شاء هذا البحث يقول فيما يعني في النص كده وقد لجأت مع من يلجأون إلى باب ولي النعم الحديوي إسماعيل نخبرنا من العبارة لإدخال المصرح باللغة العربية في الديار المصرية فأنعم علي بالقبول وهنا بيتكلم عن لسان الحديوي بيتكلم عن واحد يلعب معك ده معناه وهذه جملة خطيرة وهليست تمثيل المصرح بنفس الناس إدخال المصرح باللغة العربية إلى الديار المصرية وده معناه الحقيقة دي يقول طبعاً أنا عم يعني وافق طبين السؤال الكلام ده 1875 76 لما جاء أم الفين جيمس سنوا اللي كان المفروض مسرحه باللغة العربية وصديق الخدير وحبيبه 1870 طب سبعين واثين 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 إزاي ده يجرؤ؟ يقول هذا الكلام دي نقطة فغاية العامية هذه جزئية موجودة في المقدمة في الطبعة الأولى المقدمة الثانية طبعاً ما إذكرتنا عن جيمس سنوا بل دايماً بقول جيمس سنوا لأن خطأاً أن نقول يعقب صفوه وهنا بقى الكلمة الخطيرة من أطلق هذا الاسم عليه؟ فليد طرازي اللي هو أول مدير للمكتبة الوطنية في بيروت هذا الرجل كتب من أربع أجزاء كتاب ضخم 1912 وهو تاريخ الصحافة العربية هو الوحيد اللي أدخل جيمس سنوا إلى اللغة العربية لما كتب عنه خمس صفحات في هذا الكتاب وفي هذا العام القديم ونقوله وده الخطأ التاريخي 1911 بدأ فليب طرازي يحضر من الكتاب فكان ببعت لكل أصحاب الصحف باللغة العربية في العالم رسالة اكتبوا لي سنة كموزاتية فجيمس سنوا كتب صرته ذاتي طبعا مش كتب كتب خطوط لكن فليب طرازي اللي كتبها يعني الموجود في كتاب تاريخ الصحافة العربية بخط يد جيمس سنوا هنا لما جاء فليب طرازي كتب وشهرني وشهرني في سوريا طبعا سوريا كبيرة فطبعا دي كلها كان ده الترتيب لكن ما يكون من الأمر ان جيمس سنوا كتب هذه المصرحية عن تاريخ مصرحه اللي في مصر طبعا أنا لغيت هذا الكلام لأن هذا الكلام خطأ بالنسبة لجيمس سنوا أولع خبص النوع تجاوزا لكن لا بد ان احنا نقول الحقيقة فبوسية دي هذا الرجل أنا جاءت عنه أكثر من ثلاث كتب وطبعا وجبت جميع الأدلة لكن مؤخرا من طبعا الموضوع شهرني فوجدت بعض البوادر لنكتشف ان هذا الرجل خدعنا خدعة كبيرة بانه عندما قال أنا مصري أو عربي هذا لمصري والعربي جيمس سنوا إيطالي إنجليزي طبعا معانا الأدلة الكافية اللي هنظهرها في الأبعاد وهذا الرجل فعلا عمل مصرح في مصر مصرحه عبارة عن ايه؟ أطفال وأولاد من الجانية الإيطالية واليونانية اللي بتتكلم عربي منكسر قادي فرقته وهذا كلام أخفى وخدعنا للمقال مصر فكلنا عمليين نبحث مصر بشيء له ولا سطر لكن لو بحثت في الصحف الأجنبية هجد له هذا لأنه إنجليزي وإيطالي ودي مفاجأة هنتكلم فيها في الأبعاد لكن مبدئيا هذا الكلام موجود في كتابه المقدمة الثالثة كانت عبارة عن محمد إبراهيم محمد مصفى إبراهيم أنا وجدت مخطوطة مصرحية اسمها أدوار العجائب 1929 إلي مين محمد مصفى إبراهيم؟ ولا نسمع عنه ولا عمر أنا قلت عنه بسعلا أنا ذكرته في كتاب الرقابة فوجدت في المخطوطة صفحة مقدمة وجدت هذا الرجل بيقول أنا بدأت المصرح عملياً وعلمياً واحترافياً 1904 عن طريق جمعية كذا جمعية كذا جمعية كذا وبدأ يحكي عن مسحاته تتبحتها وجدت أن هذا الرجل يشتغل في جميع الفرع المصرحية حتى أنه كان من ضمن الممثلين في أهل الكهف بداية المصرح القوم من 1935 طبعاً ما ديرش تتبعه بعد ذلك لكن أصل لولا الصفحة اللي كتبها 1923 ولا كنا عرفنا من هذا الرجل وده رجل من اختشافته تلت مصرحيات مؤلفاً ده جزء خاص بالمقدمات مرضو ما دخلنا أشفتهم بالموضوع فين السيرة ذاتية هنا لم أجد مصرحياً أو مؤلفاً مصرحياً كتب سرته ذاتية وقال من البداية غير شخص واحد نتكلم عنه بس تاريخية لازم أصبقه بواحد في 1915 وجدت إعلانة منشورة عن مصرحية قلب المرأة وسألتها فرقة جورج أبيوت وسلام حجازي تأليف محمد لطفي جمعة البحاني طبعاً المصرحية كلها أدنبية بحتة كلها أحداثها وتدور في فرنسا وفي سويسرا وهي اسمها مويلف وهو اسمه رولورانزو وهوزها اسمه راتشوف وأشياء من هذا طبعاً بيئة أوروبية بحتة 1915 محمد لطفي طبعاً في ذلك الوقت عندما أوليناك للأسف كان في خطأ في الإعلان تأليف محمد لطفي جمعة تأليف إيه أجنبية كلها فجاء عباس حافظ أحد النقاط وكتب أكثر من نقالة نقضية هجومية على محمد لطفي جمعة وقال له أنت صارق هذه المسلحية أكيد أجنبية وأنت ترجمتها وتدعي أنك مؤلفة المشكلة من لطفي جمعة محمد جبيه في ذلك الوقت لم يرد ولم يرفع قضية حتى سابق أو قاسف أو تشير لعباس حافظ ومقالات مش مورد الكلمة بتقول له بعرض الصفحة الجريدة طبعاً شيء غريب الصمت المريد ده بعد مرور ما يقرب من حوالي ثلاثين سنة محمد لطفي جمعة كتب مذكرات وتذكار السبع عن فترة دراسته في أوروبا لهذا كان في كلية الحقوق وعمل خطبة في تأبيل مصطفى كان من 1908 فالاستعمار فصله من الكلية فصافر إلى أوروبا ليدلس على حسابه الخاص على القانون تعرف على الأجيبة الروسية وجاستا دامانيسكي هذه الفتاة طبعاً كتب المذكرات بتاعته عنها أو عن الفترة منها إزاي أحبتها؟ أنا كانت تكبرون من مصطفى ما كانت متزوجة ومفصلة عن ذوقها؟ كيف أخذته إلى المتاحف؟ كيف كانت تسترجم لها الكتب؟ فهو كتب كل كتباته وكل أدبه وكل شهرته كان بسبب هذه الأديبة إلى أن جاء السطر الخطير وقال هذه المرأة أنا كتبت معها وعملت 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 مشكلة بسيطة جداً أجنتني إلى المنتج أنا كنت أنتحق بدرجة أني يعني سويت الدنيا فشي فما كان مني إلا أن كتبت قلب المرأة وسودت صفحتها ووجهها أفتل وتنشها وما كان ينبغي أن أفعل ذلك وهنا نكتشف أن المذكرات بالكامل لما نجحها مع المصرحية كان هو بكلمه غير التفسير لماذا لم يرد على المهاجمين ولماذا لم يرد على أن المصرحية مؤلفة بالفعل وإتهامه أنه بترجمها كان ينبغي كلم عن قصة حياته حتى المذكرات 1847 لما كتبها كتابها بخط يده وظلت محفوظة عندي ابنه رابح رابح لطفي جمعة المستشار الكبير المعروف وكان أحد المحكمين في قضية الطابة فلما تعرفت عليه أعطاني هذه المذكرات وأعطاني معجموع المصرحيات والده كاملة وحتى نشرتها في المجلس على سقفر في النواحن لكن المذكرات هو ابن من ما شرها سنة كان 1929 يعني ظلت قلب المرأة لأحد يعلم سرها تمانين سنة حتى نكتشف من دي أول مصرحية تقع في يدينا سيرة ذاتية من كاتب عن نفسي لنفسي في نفس النص كانت القديم الآخر بها مفهد أشواء وهو حافظ نجيب حافظ نجيب وهو الشخصية المثيرة التي جسدها فنان محمد صبحي في مسلسله الشهير فارس بلان جواد يمكن حتى لما تنقشت مع محمد صبحي المكانين قال لي والله ولا أعرف هذه المعلمات يا سيد العلم هذا الرجل أنا حملت عن مكتاب 2004 سميت الإنوان حافظ نجيب الأديب المحتال طبعاً لأن كانت مشكلته حتى من دون ألقابه أرسين لوبين العرب هو مشكلته أن دايماً في صدام مع البوليس عنده كيف أن يلازم يكون مطارد من الجزء استمرار هذا الرجل كان صحفياً وعنده مجالتين العلمين وعنده مجالة تانية جبت أغلبتها وقاملت فيها قصص رواية لها حوالي بتاع 12 رواية مترجمة فيلسوف اجتماعي اللي كانت المفاجأة أنه مصرحي مصرحي ازاي؟ كانت لدي فرقة مصرحية اشتغلت حوالي 12 سنة على فترات متفوتة بس الجليل في الأمر أنه كان بيكتب قصة حياته في مصرحيات ويمسلها قصة حياته اللي اتنشرت بعد ذلك أو بعد وفاته سنة 1946 اعترافات حافظ نجل هذه الاعترافات عندما نقرأها ونرجع للمصحيات اللي مش موجودة للإنفرانسورة كانت مخطوطة وجدت مخطوطين نشرتهم وهي مسحية الحب والحيلة ومحور السياسة وجدت أنها تتكلم تماماً عن فترات مجملة جداً من حياته اللي نكتشفها بعد ذلك في اعترافاته كان منيجي القارن المصحية الأولى كتبت ومثلت 1915 الحب والحيلة هي عبارة عن قصة إن كان فيه إحدى الأميرات الفرنسيات موجودة في مصر بتفرج على السياحة أو شيء فهو اشتغل عندها مرش السياحة أحبها أحبته والفترة اندهت فأراد أن يسافر لها إلى فرنسا بسببين يجدد العلاقة في الوقت نفسه يغرب من البوليس إلى ما يتردد فكان دايماً ما هو طبعاً أساس في التسوير يزور في الإسم وهكذا طبعاً تدعى أن يكون في أعترافاته يجعيش شخصياً فذهب بشخصية مختلفة واشتغل في أسرها طبعاً شيء بقى من الدراما وما إلى كله يعني من الحيال إن اشتغل عندها تنكر في صورة أخادم ومغني وفارس ويعمل القصة ويمكن يمثلها محمد صبحي في هذه الجزئية طبعاً أنه كان حفظ نبيب متعدد من وجود ومتعدد الشخصيات وهذه نقطة اللي بتهم أول محمد صبحي بأول أبوار اللي فيها جثت التنكر والشخصيات المتعددة عندما ده كان 2015 نجد في الاعترافات نفس الفكرة حتى في الروايات إن فيك روايات قصة قصيرة نشرها في مجلته كانت نفس الكلام يعني قصته في الاعترافات هي نفس القصة طبعاً بصورة روائية وأيضاً بصورة مصرحية المسيحية الثانية كانت محور السياسة محور السياسة دي فيها القصة الشهيرة اللي دايماً موقولة عنده كيف يموت ويعود للحياة مرة أخرى كيف يموت إن كان عليه يعني أواضي كتيرة جداً والجزء في كل مكان وكان بيتنكر فمش خلاص يعني أمور يعني تأزمت معهم فاضطر إنه يجد له صديق طبيب بيخترع دواء إنه ممكن يديله حوالي اتناشر ساعة في صورة الميت يعني اسمه في صبات أو في يعني بود سريري زي ما بنقول ولكن يعاد بعد مفعول الدواء بعد ناشر ساعة وبالفعل بيموت قد أمم الناس ويبلغ وبيدفن ومتسقط جميع القضايا وفي المساء بتعوب إليه طبعاً يعني المفعول بنتهي يخرج وبيعيش بشخصية أخرى يعني ويماث الحالي دي اللي موجودة وده اللي كان موجودة عن حافز نجل حالياً لن أجد شيء ممكن أستاذ عواد قال على أستاذ الوفاء إنها أملك لكن هنا السؤال إن أنا لما أتكلمه أتكلمش عن عرض أنا أتكلمه نص في إيه فهل أستاذ الوفاء مثلاً هذا النص قالت من البداية إن هذه قصة الحياة اللي كانت مهمة نفس الفكرة عن أستاذ غنام غنام إن عنده نصي أو عرضي برودراما مهمين جداً عايد إلى حيفا وسأموت في المنفى عايد إلى حيفا ممكن تكون بتمس جزء من هذا لكن سأموت في المنفى يسيرة ذاتية له أو مرحمة له ولبصرة لكن ورده ده عرض يهميني أوي إنه يعني لابد أن يكتب وينشر حتى يبقى عندنا الداتا اللي موجود مع ملاحظة طبعاً هو في الله يتكلم عن غنام غنام فخلاص ده اسم أنا بيعترف إنه طبعاً الأهم هذا في شرط السنة المسيحية أن تعترف أو أن تديني إشارة بأنك تكتب عن نفسك وليس عن غيرك وبإذن الله طبعاً هذا الموضوع أنا كانت بفرق طبعاً مش عايز أفقد عليكم لكن أنا مشوره أو أحطه في موقعي أو شيء لي قرأته طبعاً بالهوانش ولهذه الأحداث كلها بالدرامين والتوصيل كل ما صحيح حتى المخطوطات المكان معنا ووضعت الصور بها ويعني أشكركم في المهي شكراً بسم الله الرحمن الرحيم في البداية لابد أن أبع نقاط مهمة جداً أنا لي مشروع في الكتابة لا أخرج عن نطاقه حتى يكتمل أو أموت دوني لا أكتب في شيء كتب من قبل لا أذكر شيئاً معروفاً إلا لو كان فيه اختلافات دائماً أأتي بالجديد وده مشروع هنا أكتب عن التاريخ أكتب عن الوثائق أكتب عن شخصيات لها أثر وانتهت ونسيت هذا هو نظام وبالتالي أعتمد دائماً على البدايات مرحلة لا يكتب فيها في العالم العربي في العالم كله في المسيح العربي إلا خمسة ستة يمكن نصهماتهم البدايات بالذات في المناسبة ده مش كلاني ده كلام سبستيان جدوميسكي في بولندا عندما بكر فيه دراسة منشورة له عندما تقرؤون تاريخ المسيح العربي لديكم ثلاثة ذكرهم بالترتيب محمد يوسف نجم رحمة الله عليه فليب ستجاروف وسيد علي لي كانت شهادة عمري وبالتالي أنا مصر على أني فازي جزيه نقطة تانية لن تجدوا في كل ما كتبته أني كتبت في يوم من اللياة عن الإخراج أو عن التمسيل أو عن الدكور مش لعبتي مش مكاني أنا رجل يعني ممكن مقالة في الصحافة شيء انطباعي زي مبسوط بيئة لكن بأصول علمية آسف مش نبعي أنا كل شغلي على النص الوسيقى الشيء المكتوب وبالتالي لما اتكلمت عن يا سيد غنام قلت انشر نصك علشان اقدر اعتمد عليه دون النشر لا وبالتالي السادة عصام السيد طبعا ذكر شريحة مسافر الظهر احتمال وأنا بقول ان هذه نصوص لم تنشر وبالتالي هي انت تتكلم عن عروض أنا لا أتكلم عن عروض سجن النساء نعم هو منشور أنا لماذا لم أكتبوا لدي أنا محدد في البحث هو المفروض أنا أخطأت إن أنا مجبتش البحث بتتصور وتوزع لكم حي لكنها منشور يعني من بكرة فإن أنا دايما بكون محدد في شوي أنا بتكلم عن بدايات هذه الظاهرة عشان كده لما اتكلمت كله إن القديم كما قلت لن أتحدث عن شيء معروف فأتيت لكم بشيء لا نعرف طبعا فتحي العسال ما أقدرش إن أنا آجي لأن المعنى ذلك إن أنا لابد وبرضو حددت إن أنا في مصر عن مصر يعني ما كلمتش عن المغربية أو جزائري أنا يعني خلينا يعني وأنا برضو أتحدد ده لكن في نقطة تانية برضو لا يبهض إن إحنا نذكرها أنا كل شغلة على النظام القديم البدايات دي منطقة الحمد لله قدرت يعني أمتلك فيها منطقة كويسة جدا ليه أتركها وروح مكان تاني لآخرين يعني خلينا وقعين ممكن ده في شيء اتفاق ضمن بيني وبين عمر دوارة لا بنا أقولك بس يعني مثلا وده حقيقة يعني عمر دوارة حقيق حين متفقين إتفاق مبدعي يعني ضمي أنا كل شغل في البدايات وهو يبدأ من بعد الخمسينيات يعني أشتغل لك كله من البدايات في العالم وعلى الوقت الخمسينيات بعد الخمسينيات ده شغله ولا أتحدى حتى أنا أتكلم أبصد دي حقيقة لو هدنا هتكلمها وبالتالي هنيجي برضو أنت معظم كله كله كان عن العروض ما ليش علاقة طبعا ما فيش نص في إيدي أنا بتعمل مع النص اللي في إيدي طبعا كان فيه نقطة مهمة هو إحنا حطينا طب نحط الشروط عن السيران أنا قلت كاتب مصرحي كتبة مصرحية عن نفسي هنا أظن الأستاذة بسمة مبولة ولا مش مبولة لما قالت إيه جدوى هذا أو ما يعني سؤال في هذا المعنى يعني طبعا فيه نقطة مهمة ده لأن يعني جيمس صانوة مشكلته أني ما عنديش له أدلة كل كلامه أكاذيب الدليل الوحيد اللي ممسوك حتى رسي عجبت الله تعتمد على تاريخه في إيه؟ في نص المصرحية لما قال ملمعات يعني بأصبح النص هو المصدر الوحيد لتاريخ جيمس صانوة في المصرحية فشفت بقى السيرتاتية يعني مثلا بعد عمره طويل سيد غنام لما انتش النص ده ويجي يدرس يوم من اللي ايام هاخد السيرتاتية واحدة من عليها يعني أقول فيهم كذا وكان أول بكذا والسيرت وأول إذا أصبحت ممكن السيرة ولأن هذا الجزئية الأدبية جير موجودة وأنا أتكلم برضو من ناحة النص الأدبي ده شيء جديد أنا بالأمانة يمكن الأستاذ الإسلام لما قرابني في هذه قال إحنا عندنا أنا ما حصلتش العنوان ده هو الحط بصراح السيرتاتية فسألني سؤال في تاريخ المسلح العربي مثل هذه النماذج أولترو إبشر خيرا ليه؟ أنا لم أبحث هذا ده ممكن الموضوع كله ما تكملش اسبوعين ثلاثة لأن أنا حفظ نجيل عامل كتابه فماشر المخطوطين بحمل قط في جمعة عامل ونشر عشر مساعات من دونيه وقلب المرأة فأنا ما انتلاكش أنا عارف انت سيرتاتي لك لما لقيتها في عنوان قلت أن أذكرها لأنها غير موجودة بالنمط الخوط أنا بحث بحث كل ما بحث بحث في البدايات ولم أبحث فيه العرص الحالي أو ماء الأخري وأظن يعني أنا خربتها الجبير وأصرر أن يكون الأخير تدار أنا؟ شوية عينة أبوص على المخطوط شكرا 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 شكرا